الأطراف المعنية ستكون راضية أن تستمر تركيا بلعب هذا الدور في الحرب الروسية الأوكرونية على أكثر من صعيد موضوع الوساطة موضوع الغذاء العالمي لأنه الآن أحد الكتاب الأتراك يتحدث عن افتعال مشكلة قريبا بين اليونان وتركيا بسرحها بحر إيجا طبعا هناك مسألة تركيا هم الطرفان يريدين أن يكسبوا التركيا تركيا ضرورية للطرفين أينما تكون تركيا تكون هناك القوة الذي يخسر تركيا حقا سيخسر كثيرا لأن تركيا موقعا الاستراتيجي تأثيرا في العالم العربي والإسلامي هذا شيء مهم ولا أحد أريد أن يخسرها ولكن الافتعال الآخر هو ليس وليد الأزمة الأوكرانية هو وليد مدة طويلة أريد أن أذكر بالسفر الفرنسية التي أتت إلى البحر إيجا هنا والتي تدافع عن الاتحاد الأوروبي وكأن تركيا ليست هي كذلك أضوة في حلف الناتو التي تدافع عن يولانان أريد أن أذكر كما الآن يتم تسليح الجزر التي كان متفق عليها لا يتم تسليحها ولكن الآن تسلح هذه الجزر يضع عليها ثكنات العسكرية كيف تركيا ويولانان تضرب عرض الحائط الاتفاقات إن كانت اتفاق باريس أو لوسان كل هذه الأمور تضربها بعرض الحائط فإذلك هنا يوجد توتر طيب هذه القواعد العسكرية هل هي مقدمة لضرب تركيا كما حصل مع أوكرانيا هو آمل ذلك أن لا يتم ذلك ولكن هذا شيء كلهم متوقع للأسف عندما تأتي الحشود دائما إلى هذا المكان ويكون هناك توترات آمل أن يكون الطرفين عاقلين آمل أن اليونان أن تفهم نحن لدينا كلمة يقول جارك ثم جارك ثم أغاك أن الجيران الجار مهم جدا وعندما يتفهم مع جاري فيكون أوسان جار قبل الدار جار قبل الدار وكذلك الطرف التركي قال نحن قلنا لليونانيين قلنا لهم لا تدعوا الآخرين يدخلوا في شؤوننا عندما يدخلوا سيخربطوا الأوراق فلذلك تركيا حقا ممتعظة من التصرف اليوناني بس حتى نطلع من هذه الفكرة قصدي أنه الآن هناك أكثر من طرف بحاجة للدور التركي هل من المعقول افتعال مشكلة مع تركيا في الوقت نفسه؟ أتصور ذلك هو ربما هذا الشيء يعني أنت بحاجة لتركيا للعب دور الوسيط للعب دور في الممرات الآمنة والسفن بتروح تفتعل معها حرب أو مشكلة؟ طبعا هناك ناس حقا لا يناسبهم هذا الدور أن تركيا كلها دور كبير كلها دور محوري ولا يتم أي شيء إلا بموافق تركيا لا تستطيع لا السويد ولا فلنة تدخل بالناتو إذا ما وفقت تركيا معروف بأن تركيا حقا تزداد قوة ولا معانو هذا لا يليق لهم ربما يقول لك لا نخرب هذا الموضوع نخرب الدور التركي ونحشد ضد تركيا ولكن هذا حقا سيكون ذره على الجميع وخاصة على أوروبا وعلى حد الناتو